السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم هيام ساقر اخصائط العناية البشرة والشعر. النهر ده بقى فيديو جديد هنعمل فيه علاج للساقط الشعر والصالع الوراسي والساقط شديد ومن غير حقن خالص. طبعا هنعملو بالدرما بين ومعانا الاختراع الوهم ده. ده عبارة عن مجموعة زيوت. طبعا مجموعة زيوت مش زيوت وبس. لأ ده فيها كمان فيها العامل النمو والخلايا الجزعية والبيوتين فيها كل الفيتامينز للشعر محتاجه. هنشتغل عليه بالدرما بين. آآ هوريكم الطريقة بالتفصيل واشرح لكم ايه الفوايد بالزبط. تمام? احنا بنشتغل كده بالدرما بين. طبعا لو ما عندكش درما بين ممكن لو انت هتعمليه في البيت لنفسك بالدرما رولر. بس الدرما بين افضل علشان بتكون آآ القنوات بتاعتها مستقيمة وبتكون جاية آآ بالطول. لكن الدرما رولر بتيجي بزاوية شوية. شرحت لكم قبل كده في فيديو الفرق من الاتنين. لو عايزين تعرفوا الفرق بينهم وطريقة استخدامهم بالتفصيل. هسيب لكم الفيديو الرابط بتاعه في الديسكريبشن بوكس. وهتلاقوه قبل كده بنزله كزا فيديو عن الميزوسيرابي والدرما بين. طيب احنا نتكلم دلوقت في آآ الفيلا تريكس كابيلي. آآ ده طبعا آآ عبارة عن زيت. فيه هيقولي طب ازاي هنعمل بزيت? لا. هو عبارة عن زيوت فعالة. وكمان فيها الخلاج جزعية آآ بتغذي بصيرة الشعر كويس جدا. دلوقت احنا طبعا بنفتح زي كنوات كده. آآ في بصيرة الشعر علشان نقدر ان احنا نشبع بيها المادة بعد كده بالطريقة دي. طبعا طريقة ستامب. طبعا بتدري ما بين في كزا طريقة بنشتغل بيها. ستامب. احنا في الشعر بنشتغل ستامب ما بين الشعر كده. بنفرق بادينا ويفضل ما تمسكوش ولا مشت ولا اي حاجة. عشان طبعا لما بنفتح القنوات دي ما ننقلش اي بكتيريا او اي آآ حاجة تكون في المشت مش نضيفة. او اي حاجة مش معقمة. فالافضل تفريق الشعر بسبعة كده. ما تستخدميش اي ادوات تفريق بيها الشعر او تسرحي بيها. تمام? هنشتغل كده على الاماكن اللي فيها فراغات بالدرما بين. نفتح القنوات دي كده. وبعدها هنبتدي بقى نحط المادة. وهو ليكم الطريقة ازاي بالتفصيل. ولسه متابعيني لغاية دلوقتي. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لسه ما اشتركش. وفعلوا زر الجرس عشان يوسلكم كل فيديوهات الجديدة. انا طبعا هبقى جيب لكم ان شاء الله الحالة دي بعد آآ جلستين كده. اوليكم الفرق بين قبل وبعد ايه. وهنزلكم كزا آآ حالة بعد كده ان شاء الله. عشان تعرفوا نتيجة العلاج بتبقى ازاي. احنا بنشتغل على الاماكن اللي فيها فراغات. ده بدون حقن. بالدرما بين بس. طبعا نزلكم قبل كده فيديو عن آآ الميزو سيربي بالحقن. بالنسبة للفيلا تريكس كابيلي هتلاقوه طبعا موجود على جوميا على نون على كل المواقع. بس اللي هتطلبه من عندي آآ عن طريق الفيديو ده لي خصم خاص. آآ هتلاقوه سعر تاني خالص ان شاء الله. آآ هساب لكم رقم التليفون في اللي عايز اطلب الكابيلي فيلا تريكس. فيه طبعا منه الزيت ده. وفيه هيرتونيك سبري يومي. لاستخدام اليومي. طبعا لو انت مش عايز تعمل درما بين او ما عندكيش آآ حد قريب منك يعملك درما بين. ممكن بتصدمي الزيت ده عبارة عن مرتين في الاسبوع. بتدهنيه على الشعر لمدة تمان ساعات. كده احنا خلصنا خلاص بالدرما بين الخطوات كلها. بنبتدي نوزع الزيت على الاماكن اللي احنا اشتغلنا عليها. وبندلكه تدليج بسيط. وبعد كده هنعمل مساج للشعر كله بس بالراحة طبعا. آآ لان اهم حاجة المساج والتدليج عشان نوصل المادة اللي احنا حطناها لبصيلة الشعر. المساج بيبقى من خمس لسبعة دقايق بالراحة خالص. عشان تنشش الدورة الدموية وتشربي كل المادة اللي اتي حطيها للشعر. واستفاد بيها اكتر. تمام? انت بشتعمل درما بين ممكن تستخدمي الجلسة ديت مرتين في الاسبوع لحسب التساقط او مرة. لو تساقط مش شديد ممكن مرة في الاسبوع بتدليجيه. ولو تساقط شديد بتعمليه مرتين في الاسبوع. بس. طبعا انا عمتلكم الفيديو ده بعد شهور وشهور يعني ان العمل بتوعي يستخدموه. انا نفس شخصيا استخدمته بجد جايب نتيجة معايا وهم فوق الخيال يعني انا حبيت استخدمه شخصيا لان ما كنتش بقتنع ان فيه ممكن زيوت تجيب نتيجة كويسة للشعر. لكن لا بجد بجد يعني نتيجته حلوة جدا وكلالي شعري حاجة تانية خالص قبل ما كمان يعني بيديكي آآ تساقط والصالع وكل ده كان بيديكي ترتيب عالي جدا للشعراية بيجزيها كويس جدا. فانا بصراحة نفسي شخصيا انصحكم بيه عن تجربة شخصية وعن كل العمل اللي عندي اللي استخدموه جايب معاهم نتيجة حلوة جدا. تمام كده كده من يبتدي بقى نعمل مساج خفيف للشعر. فاربط الشعر بالشكل دانين تشايفينه ده. علشان اتأكد ان كل الاماكن اللي هنفتحناها شربت المادة. تمام? او حتى لو ما عملناش بالدرمابين بنعمل المساج ده عشان يدينا ننتيجة الكويسة. ان يعرف ان بصيرة الشعر شربت المادة. اقولكم الى اللقاء في فيديو اخر.